أو المصالح الخاصة دي صدى البلد وده المنهج اللي يخليك تتنازل عن كتير كتير عشان هنا ويجي لك كتير ولكن لا أبدا ترفض بقول ترفض وبكل قوة ضعف واثنين وخمسة لأن هي دي صدى البلد لتستحق تستحق أنك تبقى فيها وتبقى متشرف وفخور أن أنت فيها وأن أنت مع ناس كلهم بجد وطنيين محترمين أنا بقول له وطنيين محترمين ما عندهم شي مصلحة تانية سيبني من مين بيعمل إيه ولا ليه علاقة بي